السلام عليكم ده كده حنالي لحضراتكم الفيديو الفيديو البسيط بتاع التشديد وقوة المية معانعه ده كده مية السخن حضراتكم بغض النظر عن بخامة أو الخلطار أو إضانة الصيني مثلا الأهم الحاجة لو أنت مركب أي نوع سواء كان يعني مركات عالمية أو حاجات شعبية المهم الأداء ليك أنت كصاحب المكان يبقى ديه مية السخن بالنسبة لك سباك الخلاط الخلاط ما بتحركش معاه بمطر مهمة مفيش مية بتنزل دينا بالدحل مفيش الحلقة ما برضو بالعسمن طبعا سباك الحوض سباك الرطبة الحلقة ما بالعسمن مفيش تنقيض كل أعضية تفكيل الجيد كده نحية البارد كمان عندك المية فيه ديه مية السخن هنغير على نحية البارد هنحجر أداء بالمنفذ طبعا يبغي أنت عندك مية قوية تبقى مغزية معاك كل المكان وتبقى مغزية معاك الضوش ما تبقاش عندك المية ضعيفة وخصوصة لو مراك تبقى التالي أو حاجات ميلي أو واحدة شوار أو كبيرة تبقى المية عندك قوية بالمنفذة وكده يمي السفت وكده على العال وأجي السماعة معانا فوبا مفيش حياة بتنقق هنا كل الشغل معانا طبعا كده على السماعة وكده مفيش حياة بتنقق خلفية مفيش حياة بتنقق معانا دابعا مفيش تطبيل وكده 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 برضو شكله مرتفع خمصاية صندس والوش السراميج بلات من الشغل اللي بيبجع شوية غير مسؤول فبتلاقي الشوار ده مدفون مع وش مقردين وكده زي ما شايفين حضراتكم مع رغم المتشتيب شيء بسيط خالص ويعني عياد بسيطة ولكن التنسيق والتنزيج ارتاع المكان هو اللي مخيمت دي نقطة جمالي زيادة بالنسبة للحماء مكرامكم الله طبعا دي قاعدة بلد وعندينا قاعدة فرنجة حلسا كنا بيها الشغل فيما بعد في وقت قريب جدا ويريد كده يكون أفضنا حضراتكم عندنا محمسين واحد خاص بالخزان واحد خاص بمية الحلوة وده كده شكل الشغل بالنسبة للحمام ولو عجبك الفيديو أو استفدت منه في أي معلومة لكم تخلش علينا بإعجاب وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والسلام عليكم ومحمد الله